يعني والحقيقة بقول هو الحلم بدأ لما تم الإعلان عن تدشين هذا المشروع الكبير ونهاردة أنا على أرض الواقع وحلم بالنسبة لي أنا كراجل رياضي أن أنا أوصل لجزور مصر جزور مصر هي جنوب الصعيد والصعيد وللأبطال في جميع الألعاب بنقول أن النسبة الكبيرة كلها تمثل دائما من الصعيد فعلشان النهاردة أنا بعتبر الصعيد منجم ذهب للرياضيين فالنهاردة بتمنى أن يحصل خلط ما بين خبرة القائمين على الأمور الفنية داخل النادي الأهلي مع الخامات التي بإذن الله ستتوالد في هذا الصرح الجديد ومتمنى أننا بما كل العاملين داخل النادي الأهلي في الحقل الرياضي بما لهم من خبرة أننا ننقل خبرة ونحاول على قدر الإمكان نكون متواجدين يعني أنا عادي أقول